عظمة حديقة متحف فيكتوريا وألبرت في لندن في القرن الحادي والعشرين أم سحر ينبوع أزهار الخوخ في القرن الرابع الميلادي شو بينغ، الفنان الصيني العالمي، أراد أن يأخذنا من هذا إلى ذاك بقطعة فنية استوحاها من الأسطورة الصينية القديمة استخدمت هذه البركة في العمل الفني لأنه مكان ثمين ومحاط بهذا البناء المهيب يتعرض وجود البركة هنا مع مدينة لندن العالمية الحديثة المرتبطة بالتصنيع ويعطيها قيمة توازي قيمة ينبوع أزهار الخوخ المحاط بأزهار الخوخ التي تعزله عن العالم الخارجي تحكي أسطورة ينبوع أزهار الخوخ التي كتبت في القرن الرابع الميلادي عن صياد يكتشف أرض العجائب حيث يوجد الينبوع المحاط بأزهار الخوخ وحيث يعيش الناس في تناغم مع بعضهم البعض ومع الطبيعة من حولهم يترك الصياد أرض الينبوع متوجها إلى بلدته ويحكي لأهله عمراء لكن عندما يعود ليبحث عن الينبوع من جديد لا يجده فهو محض خياله يتكون العمل من تسعة أجزاء منفذة من أنواع مختلفة من الصخور رقيقة الطبقات يعبر كل منها عن طراز من اللوحات الصينية يقول شوبينغ إنه أراد بها أن تتوسط المسافة بين الواقع الثلاثي الأبعاد واللوحات الثنائية الأبعاد وباختلاف الصخور تختلف النباتات لتتسق وتتكامل معها بأشكالها وألوانها في مشهد متجانس التشكيلات المائية بدورها تمثل المسطحات المائية التي نراها في اللوحات الصينية تعبيرا عن الحياة أما الحيوانات فجزء لا يتجزأ من اللوحة التي رسمها شوبينغ والتي تتعايش فيها مع الطبيعة كغيرها من المخلوقات إنه عمل يدفعك للتفكير في كيفية تعاملنا مع الطبيعة وكيف ستتعامل الطبيعة معنا إن لم نعاملها بقدر أكبر من الاحترام برغم بساطته أو ربما بسبب بساطته يأخذك هذا العمل الفني رغم من هرج ومرج المدينة إلى واحة من الهدوء والسكينة حتى وإن كنت تعلم أنها واحة وهمية تماما كما في الأسطورة الصينية من داخل متحف فيكتوريا أن ألبرت في لندن إيناس إسماعيل بي بي سي ترجمة نانسي قنقر